ودعت الكويت رئيس نادي القاتسية الأسبق عبد المحسن الفارس الذي فارق الحياة هذا المساء فيما نعت شخصية عدة الراحل مشيدة بمناقبه في مختلف المجالات وفي السياق فقد عبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن بالغ الحزن والأسى برحيل الفقيد الفارس قائلا لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة وفاة فقيد الكويت والأسرة الرياضية العم عبد المحسن أحمد الفارس الرئيس السابق لنادي القاتسية والذي سطر خلال سنوات عمله في المجال الرياضي سجلا حافلا ومشرفا ومسيرة عطاء زاخرة بالإنجازات ولا يسعنا إلا أن نتقدم لأهل الفارس الكرام بإخالص التعازي بمصابهم الجلل سائلين البريع عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان